ملفات مصر ملفات كثيرة يعني هذا النظام لما بدأ يتعامل مع المصريين بدأ يتعامل بسياسة هو كمان يعني أسيوبيا بتفرض علينا سياسة الأمر الواقع والنظام بيفرض على الشعب سياسة الأمر الواقع فواخدها بالدراع يعني بالدراع فإحنا هنعمل إيه هنعمل العاصمة الإدارات الجديدة فاتعالى ماشي الناس اللي موجودة في المنطقة نوديها حتة تانية يروحوا فين هيخذوا فين؟ في تعويضات ولا مفيش؟ هيخذوا شوية ولا مش هيخذوا؟ طب هيخذوا بعد كام سنة؟ طب خلال هذه السنوات انت هتقعدهم فين؟ طب أنا عندي مشروع جديد هتاخدوا الإمارات هعمله في مسلس مزبيره فيلا يا جدع نهجر الجماعة بتوع مسلس مزبيره طب أنا عندي مشروع ضخم جدا هنعمله في المنطقة العظيمة القريبة من سموحة في اسكندرية اسمها نادي الصيد يلا نهجر الناس القريبين من نادي الصيد من سموحة علشان نعمل منطقة طب اعمل مفيش مشكلة اعمل لكن انت سيادتك عوضت للناس يتعوضت؟ عوضت الناس يعني؟ جبت لها بدائل؟ عايشتها في بدائل ولا يروحوا هم حرين؟ كنجي مريوط في اسكندرية في غرب شوية كده حنمشي الناس ونهدم الفيلل اللي هناك منطقة كلها الفيلل طب حتجيب للناس بدائل ولا مش هتجيب؟ نازلت السمان طب ادوئة؟ طب المراكب النيلية والأكواخ النيلية اللي موجودة على النيل العوامات اسمها العوامات؟ سيادتك حتشيلها؟ طب حتعمل ايه مع الناس؟ مش هتعمل حاجة قصة قديمة جديدة لكن عندنا الجديد النهاردة ان الحكومة بتطالب العائدين الى مسبيره بسداد اقصاط الوحدات قبل استلمة يا رجل يعني انت خرقته؟ يعني انت خرقته من مكانه وبعدين عايز تقوله تعالى نسدد الاقصاط فالحكومة بيته طالب العائدين من مسبيره بايه؟ بنهم يسددوا الاقصاط تعالى احكي لك القصة بالبداية عشان تفهم الموضوع في سبتمبر 2008 كان فيه قتلة سخرية واعت قتلة ضخمة لو تفتكر انهارت من اعلى جبل المؤطم على منطقة الدوئة في القائعة الموضوع ده اصفر عن موت اكتر من 180 شخص في الوقت ده الضمار كان كبير جدا لدرجة لم تستطيع الحكومة ولم تتمكن من انتشال جميع الجسس قررت الحكومة وقتها انشاء هيئة لمواجهة الازمة مش الازمة دي بس لا ازمة العشوائيات في مصر وكل ما يتعلق بهذا الملف عندنا ملف خطير جدا اسم ملف العشوائيات والله لو رحنا نتكلم في ملف العشوائيات عايزين عشر حلقات في كل المحافظات في عشوائيات حتى المحافظات مثلا اسكندرية لما تسمع اسكندرية قلت محافظة البحر ومحافظة حلوة وجميلة وهوى وايه لكن كلها عشوائيات ومرت الايام 3 سنين في 2011 انهار عقارين في حارة عثمان رشدان علي ومات 11 شخص وخرجت وقتها مظاهرات احتجاجا ضد محافظة القاهرة اللي رفضت انها هتدي السكان تصريح ترميم او ترميم الاقارات الايلة للسقوط بعد كده المحافظ اعلن عن خطة شملت 64 برج سكني ونقل الاهالي الى مناطق تاني الاهالي قطعوا الطريق ورسموا على الحيطان وكتبوا شعارات ورفضوا مغادرة الحي اللي بيسكنوا فيه لان مفيش بين قصنو مفيش توفير بديل هات له بديل الناس والله غلابة وطيبين حيسمعوا الكلام بس انتهت بديل في يونيو 2014 كان فيه مشروع لتطوير المنطقة المشروع ده خدم وفقة من الحكومة وكل ملاك المشروع والسكان وفقوا على الاقتراح لكن لم يتم تنفيذه بسبب التغيرات السياسية وتغيرات في الحكومة وما شابه ذلك في يوليو 2016 مشاكل تاني بين الاهالي وبين الحكومة لان الحكومة قررت بيع المنطقة للمستثمرين وده اللي رفضوا مين الاهالي وشفنا بقى كثير من المشاهد والفيديوهات والمقاطع اللي تتحدث عن رفض الاهالي هذا الشكل وهذا التصور في وقتها طيب هم بيطردوا الاهالي وعايزين يهجروهم وما فيش تعوضات وما فيش حقوق حياخدوها لكن اهالي مسلس مصديره رفضوا التهجير وقالوا كلام مهم جدا وقتها بنعيد ليه الكلام عشان ان كنت ناسي افقرك خلونا نشوف ليش هيجيب الجار 500حد ينفع. ده لصالح المستثمر طبعا. ده تهجير. ده لصالح المستثمر مش للأهالي. آآ هما يعني آآ طعمينها الصح يعني. خلال يعني موت كل الفؤرة نخليها بلا ده ناية. وخلاص كده. بنقول طب لو الحكومة عاد بتحفز الناس. طب ما تدوا لكل واحد خمساشر عالف جنيه ويصلح البيت ويقعد فيه. ولا انتوا بتحفزونه عشان نمشي? طب انتوا عايزين انت مسيولة. طب اعملونا نفس المكرنة. يعني انت حضيتك حضر ستمئة الف جنيه للوحدة هنا. وبعدين بتديني تعاويد على ايه? خمساشر الف جنيه ولا? قربعين الف جنيه? ده تعاويد متناسب. وبعدين احنا مبنطلبش من الحكومة شاقة. احنا عاديين مكاننا. واللي بيحصل ده سيادتك ده بيقول لنا امشوا بس بطريقة تاني. وزي كونه هم احنا مش هنمشي. احنا بالنسبة لنا. الناس يا جماعة كانت بتقول لكم الكلام ده وتقول لكمش هنمشي. احنا مش عايزين نمشي. بس هتدونا تعاوضات ولا مش هتدونا تعاوضات. فيه مبلغ مرصودة ولا ما فيش مبلغ مرصودة. الوقت ده كان كتير من الناس بيتكلموا فيه ازمة ملف اه او ازمة مسلس مسديره وازمات التهجير اللي حصلة في مصر. خلونا نشوف احد المسؤولين وقتها لما سألوه عن التعاوضات كان رده ايه? احنا 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 خوفا على روح الاحلية في المنطقة كلها من درش انه ان يرداش نقصر البيت كامل شو ما احصلش على البيت المحيطة ده. طب نيجي نقصر البيت زي ما هلاك شايفين كده بس بسيطة خلص السحف ولا هجا بس مش هاتش 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 ري ايه مبير. حشان كل هذا في اساسنا عن حفز.